على مواليكم البنات تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم اجيتكم بوصفة جميلة جدا تتحدر في خمس دقائق بلادانت كما شفتم عايا عندي هنا لادانت عندي هنا شوية الملحة شوية حميرة وشوية الخرقوم عرق شوية الهريسة وشوية على المطارد سكين جبير والكامون وشوية البزار وشوية الربع يلا غنخلطو الكل كما كتشوفو مع شوية عزيت العودة البنات هنخلطو الكل حتى ينساجم مع بعضياتو كما شفتو دعبة وغادي نخليو هيرتاح ونخشوف تلاجة حتى نبغيو وغادي نخرجوهم الاحسن يبقى ليلة كاملة على البنات كما شفتو دعبة غطيتو غادي نخليو نخشوف تلاجة حتى نبغيو يلا معنا تشوفو الطريقة السر البنات هو آلة البانيني كما شفتو في العنوان آلة البانيني يا البنات آلة البانيني كل شي عندو كل شي كي يعرفها غادي نشويو فيها القتبان آلة دانت كي يجي ورائعين البنات كي يجي وفتيين وزوينين وجربوهم وردو علي الخبار كي يجي ورائعين رائعين غادي نديروهم نستفوهم ونسدو عليهم البنات واحد جوج دقيق ونحلو عليهم كي يكونوا موجودين ضغية كتوجد وضغية انتو ما عندكم الغذيوة ولا العشيوة واجدو وخفيفا وكي يجي ورطبين البنات وغزالين وجربوهم وردو علي الخبار كيما شفتو البنات غنبقاو عليها الطريقة حتى نكملو الكمية ديانا كاملة ونقدموها مع صلاطة كيما شفتو دعبة مع شويت صلاطة على هات الشكل وبالصحة وبالراحة ونتمنى الوصفة تكون نالك الاعجاب بتاعكم ونكون كنت استفتو مني ولو قليلا وكنشكركم بزاف وليما ابونيش يتابون معي باش يوصلوا ويفاع الجرس باش يوصلوا كل جديد ويشاركه مع احبابه واصحابه وإلى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله وكنتمنى